انا اللي قابليها مسلسل اهل كايرو اهل كايرو انا وجهة تحية طبعا لخالد الصاوي وبعزي اهل الراحل الفنان الصديق خالد صالح الله يرحمه يحسن اليه الله يرحمه الله يرحمه فقدنا فقدة الدراما المصرية هذا الفنان هذا الممثل العالمي احنا خسرناه والله يعني كان يبحث عن مدرسة خاصة فيه انتبه اذا بتراقب اسلوبه لخالد صالح الله يرحمه كان يبحث دائما عن اسلوب خاص في الاداء ودي طولة العمر خالد الصاوي ايضا من هذه المدرسة يعني ليس تقليدي ممثل غير عادي غير تقليدي خرج خرج الاقاع متعرفش تقرنه بحد هو يعني زي ما تقول يعني اصدار اصدار خاص اسلوب خاص اسلوب خاص مدرسة خاصة خالد كان رايح له ليك الله يرحمه وعلى فكرة هو عمل دور رائع في فيلم الجزيرة اتنين اللي بيعرض حاليا انا ما شفته زينا شافته بدبي من يومين قالتني عامل دور كان بيودع المشهد الظهر كان اه طبعا يعني للأسف قالتلي عامل دور مهم كتير كتير وهو حلو كتير انا ما شفته بس رحشوفه يعني رحمه والله يرحمه يعني الله يرحمه ويعطي طولة العمرة كل الفنانين الشباب الجيل الجديد يعني يكونوا يعني يعطوا يعطوا قدم فيهم يعني يعطوا بصدق يعني يعملوا بكل حاسيسهم بكل لازم تترك بصمة ما تعبر بسرعة اشتغل بكل حاسيسك بكل ضميرك يعني صح وفيه اكفاء بالدراما المصرية وفيه تاريخ كبير يعني بيحميهم وانا مبسوط انك متابع المشهد استاذ عابد كده يعني ده ده نوع من الاهتمام بالدراما العربية والمصرية تحديدا ونوع من الثقافة العامة يعني تسقي في الفنان لنفسه ايه وما هو اللي تقعد بالبيت يعني ما تقعد ما تتغمي عنيك ما تشوفش بمناسبة زينة انا بوجه لها تحية كبيرة لان زينة يسجي زوجة الاستاذ عابد فهد هي المزيعة والصحافية والاعلامية المعروفة والشهيرة زملتي وهي اه من اشهر المذيعين المذيعات العربة عابد تشوفنا هلا في سكاينيوز عربية هلا مساء الخير وكان لها حوار مهم جدا مع الرئيس السيسي مع السيد الرئيس السيسي اه وامور اخرى كتير جدا وانا بقى جلات تحية كبيرة جدا من خلال برنامج مصر